والحمد لله رب العالمين بيت الله تعالى أصل كل خير ومنه تتفرع أنوار الهداية إلى كل مكان فأهل بيت الله تعالى الخير عليهم نازلوا والشر عنهم مدفوع وإن كنتم تريدون مصداق ذلك فإليكم مصداق ذلك من كتاب الله وسنة رسوله هذا الحبيب صلوا عليه وهو ينام في حجر إسماعيل أي ينام في بيت الله الحرام وهو أول بيت موضع للناس للذي ببكة والصلاة فيه أفضل من مئة ألف صلاة في غيره من المساجن فلما سئل الحبيب صلوا عليه أي المساجد وضع أولاً قال بيت الله الحرام قال ثم أي قال بيت المقدس قال كم بينهما قال أربعين كان النبي نائماً في الحجر وإذا بالإكرام من الله تعالى يتنزل على الحبيب ويتنزل عليه في بيت الله فإذا به يستشعر كأن ثمة من يهمزه بقدمه فقام ولم يجد أحداً فصلى ركعتين وعاد إلى نومه في المسجد سنتحدث إن كان المسجد مكان يصلح للنوم أم لا وبعد ذلك يستشعر كأن ثمة من يهمزه بقدمه ثانيةً فيقوم فلا يرى أحداً وفي المرة الثالثة يهمز بقدم فيستيقظ الحبيب ويجد جبريل ومعه البراك كما تعرفون فجاء إفضال الله للنبي في بيت الله لأن بيت الله هو بيت إكرام الله لعباده وهو بيت الله من حل به حل ضيفاً على الله وحق على المزور أن يكرم زائره فكيف إذا كان المزور رب العالمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين وهناك ركب على البراك تعرفون ذلك وراح في رحلة الإسراء إلى بيت الله أيضاً بيت المقدس وجاء الإكرام والإفضال للنبي في المسجد الآخر فصفت له العنبياء من آدم إلى عيسى ثم قيل له تقدم فصل بالناس فحصلت للنبي في بيت الله المقدس كرامة إمامته لأهل الأرض إمام إمام الخلق كلهم خرج من المسجد إمام الهدات خرج من المسجد وإذا خذ الله الميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفانسقون أخذ الله ميثاق النبيين في بيت الله المقدس في المسجد لكي تتحقق إمامة رسولنا صلوا على الحبيب صلوا على الحبيب تبالوا لنا أسينا أصحاب المريس صلوا على الحبيب أولدو أختنا الحريرة الله أضحك الله سنكم وهنالك صلى سيدنا رسول الله إماما بالأنبياء ولك أن تفخر يا مسلما ولك يا معمر بيت الله أن تفخر كونك منتمي لأمة الأنبياء من قبل يتمنون لو كانوا أعضاء من أمة رسول الله من خيرات وإفضال الله لهذه الأمة حتى قال موسى كلم الله وقال أنبياء كثر وددنا لو كنا أفراد من أمة الحبيب صلوا على الحبيب في بيت الله الحرام جاء التشريف خب يا محمد لهذه الزيارة فإن تخلى عنك كل الناس ولم يريدوا الاستماع إلى دعوتك وهناك في الطائف وثقيف لم يحسنوا استقبالك ولم يريدوا أن يسمعوا لدعوتك ثم واجهوك بسفاهائهم وصبيانهم فدموا قدميك وألجأوك إلى حائط عتبة بن ربيعة وشكوت إلي قلة الحيل والهوان على الناس فإنك حتى ولو اعتقدت أن الخلق قد تركوك وقد صرت هينا فإنني الآن من بيت الله أستدعيك إلى بيت الله لترى مكانتك عند الله فأنت إمام الأنبياء كلهم وواقع الأمر هو صلاتك بهم هل توقف الإكرام في بيت الله لنبيه عند كونه إمام أهل الأرض؟ هل توقف؟ لا من بيت الله المقدس يأتي الإكرام الأكبر وهو اختراق السبع الطباق وحيث ينتهي الملكوت عند سدرة المنتهى وحيث يقف إمام الملائك في السماء جبريل كالشن البالي من خشية الله يقول للحبيب محمد إن هذا المكان لن يتجاوزه أحد من خلق الله ولا ينبغي له إلا مخلوق واحد جاء زمانه هو المخلوق أنت والمخترق هو أنت ولن يخترق أحد أنت خير أهل السماء كما أنت أهل خير الأرض فنال خيرية أهل الأرض في المسجد بالصلاة بالأنبياء خيرة الخلق ونال إمامة أهل السماء هناك من بيت المقدس إلى شدرة المنتهى فتحققت كل الكرامات لمحمد في المسجد صلوا عليه أهل اللي بغى الرفع أصحاب المريس أهل اللي بغى الإمامة أهل اللي بغى التقوى والاستقامة ها هو بيت الله الذي يجمع المؤمنيه هذه المعلمة المباركة يا من أراد أن يتنافس في الخير أتريدون أدلة على ذلك أيضا اسمعوا هذا زكرياء يسأل الله الذرية الطيبة هب لي من لدنك وليا يرثني ويأيت من آل يعقوب واجعله ربي رضيا أتدرون أين جاءته البشرى أين جاءته البشرى وهو قائم يصل في المحراب في المحراب تأتيك بشرى الله بأنه خرق السنن هذه الحياة وعطل كل الأسباب فأنت رغم كبر سنك ووهن عظمك واشتعال شي برأسك والمرأة رغم كونها عاكر فإن صاحب البيت ورب البيت الذي توجهت إليه وصرت تقوم الليل وتسأل ربك أن يهب لك على كبر سنك وعلى شيبة شعرك وعلى وهن عظمك وليا يارثك ويرث العلم والنبوة فنادته الملائكة وهو قائم يصل في المحراب أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين إنها البشرى في المسجد الإمام أنت على خيرا وانت على الدين في المسجد والخيرات انت على الدنيا في المسجد هيك أن تعتقد أنك إن كنت تقصد بيت الله إنما تريد فقط خيرات الآخرة لا 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 وامره لك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك فربط قضية الصلاة صلة العبد بربه ربطها بالرزق فكأنه يقول لك إياك أن تكون مديا في التفكير تقول إن صليت فإني أضيع وقتا لو استثمرته في العمل لجئت بمال فيقول الله لك لا أغلق أيها التاجر دكانك وقت الصلاة وأتي أيها الموظف وقت الصلاة فاستجب لنداء الله لا تعتقدن أن مكوثك في مكان العمل وقت الصلاة فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء يدخل عليها زكريا ويقول لها حينما يجد عندها رزقا أن نالك هذا تقول هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب يدخل عليها المحراب أي يأتيها الرزق وهي الطفلة الصغيرة التي لا تغادر بيت الله إنما حبست وحبست نفسها لخدمة بيت الله يأتيها رزقها هناك في بيت الله يا من يخشى إذا أنفق فلساً في بناء المسجد أن تضيع أمواله يا من يعمل في إطار بناء هذا الصرح الإسلامي ينفق الوقت والجهد والمال كما هذه الجماعة المباركة رفع الله قدر إمامها ورفع الله قدر لجنتها ورفع الله قدر الساعينة في تحقيق هذا العمل لن يضيع الله حركاتهم لا في الدنيا ولا في الآخر عبدا كم نحن محتاجين لمثل هؤلاء الذين يجتمعون لعمارة بيت الله ولذلك أخلص إلى فكرة على جناح السرعة يا الله إن الله تعالى تقدست أسماؤه سبحانه سبحانه أفضل ما عنده في أرضه هي بيوت الله المساجد هي أشرف البقع على وجه البسيطة لقد سئل النبي الحبيب صلوا على حبيبي ونور قلبي صلوا عليه دائما أبدا صلوا عليه صلوا على الحبيب يا الله لا إله إلا الله محمد الرسول الله يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام حين سئل عن أشرف البقع وأحبها إلى الله قال المساجد وسئل عن أبغض الأماكن إلى الله قال الحمامات والأسواق الحمامات تكشف فيها العورات ووجد في الحمامات من يتاجر بأجساد النساء ركب بعض المصورات فصار يصور عورات النساء ونقلها عبر مواقع في الأنترنت وكتب تحتها انظروا إلى لحوم وأعراض نساء أمة محمد الله الحمامات أما الأسواق فلقد دخلتم إلى الأسواق في رمضان الذي يقدس فيه العرض ويعظم فيه الحرمات ولقد دخلتم ورأيتم كيف تخرج السكاكين ويتواجه الناس ويسب الله في رمضان ينصب الشيطان رايته في السوق وفي الحمامات فأفضل البقع والأمكنة عند الله المساجد عندك الشيك ولا ما عندك الشيك؟ عندك الشيك؟ ما كاينش الشيك أحسن من المدرسة؟ أحسن من المدرسة أحسن من الإدارة؟ أحسن من الإدارة لأن في المسجد يتخرج اللي يكون في الإدارة إلا تخرج في المسجد وحدي خاف الله سيكون نافعا في الإدارة وسيكون صالحا مصلحا أما إذا لم يدخل إلى المسجد ولم يعرف ربا مقطوع الصلة بالله ثم تحمل أمانة ومسؤولية من مسؤوليات الأمة لم يراعف الأمة إلا ولا ذمة لأن يديه لم تتوضعا وقلبه هواء من خوف من الله لا يعرف الله ولا الدار الآخرة كيف يمكن أن تستعمن على حوائج الأمة وأماناتها من لم يعرف المسجد ولم يعرف طريقا إلى المسجد حتى قبض يا الله ولذلك فإن الأرض التي تختار لكي يشيد عليها المسجد تتزين كما في الحديث وتتبهرج وتتزين ثم تفتخر على ما يجاورها من أراضي فتقول أنا أفضل الأراضي ما أخطرني شرب بنكون مزبالة ما أخطرني شرب بنكون مقزرة يكون في يدي من الدم والنجاسة ما أخطرني شرب بسمحانه نكون مقبرة يدفن فيي البر والفاجر فيتحترق قبور من لا يعرف الله أنا أرض لا تحرق أنا أرض يذكر فيها الله ويعبد فيها الله وتتآلف قلوب المؤمنين على الله وتستشعر قلوب من جاءهم بالسكينة جنة في قلوب المؤمنين من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة إنما تحصل عليها في بيت الله ولذلك تتزخرف هذه الأرض ثم تفتخر على كل ما يجاورها من أرض تقول أنا أفضل بقعة لأنني اخترت لكي أكون مكانا إنما تمارس في أعظم الشعائر وهي الصلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إذن فبيوت الله هي خير الأماكن ولذلك فإن بناء بيوت الله تعالى والمساهمة فيها وفي إصلاحها وفي تزويدها بجناحات كثيرة حتى يكتمل دور المسجد من بناء مكتبة أو مدرسة قريبة لمحو الأمية أو جناح لتحفيظ القرآن أو هناك أجنح لتدريس أبنائنا الأنترنت والعلوم الحديثة أو 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 لكي تشمل مرافق المسجد كل ما ينهض بالأمة فكرياً وإيمانياً وبدنياً وصحياً وجسدياً وحضارياً من سعى من أجل هذا العمل فإنه يسعى لأفضل الأعمال أفضل الأعمال عند الله يقول الحبيب صلوا عليه من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة وفي حديث آخر من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاه وهو عش لطائر صغير أي مهما كانت مساهمتك في بناء المسجد قليلة إلا وبنى الله لك بيتاً في الجنة فمن كان ممن اختير لهذه المهمة فليعلم أن هذا من فضل الله لأن الله أراد أن يجري الخير على يديه ولي الله يحفظ ويستر ما يقدر شيء يتعاون فليمسك لسانه عن الذين يعملون ولن يكون حجر عثرة في طريق من يعمل لبناء المسجد من لم يوفق لينخرط في هذا العمل بالكلمة الطيبة بالسعي بقدمي بالنصح بالعمل بالإنفاق بالمشورة بكل ما تحتاجه هذا العمل من لم يوفق لذلك فلا أقل إن أراد أن يسلم ويرفع الله قدره في الدنيا والآخرة فلا يدخلن والعياذ بالله عصاً في عجلة هذا المشروع ليوقفه ما شان يقدر على المشروع ما شان الله الحمد لله غادي هكذا تكلموا عنه الحمد لله على البناء بتعمل ساجد كلها الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فإذا بنيت يطرح هذا السؤال بني المسجد فسيح له أبواب على الجهات الأربع يتغير الهواء فيه بشكل طبيعي إن حالته الصحية لو جاءته لجنة صحية متخصصة لكي تنظر إلى هذا المسجد وفق معايير الصحة التي تشترط في بناء المرافق العمومية لجاء وأعطى عشر على عشر الهواء الهواء يتجدد من كل مكان تجلس في المسجد وأنت مرتاح تأتي لتأدية العبادة وأنت مرتاح أراح الله أحبابنا الذين ساهموا في بيت المسجد في بناء هذا البيت في الجنة مع رسول الله فإذا بني على هذه الصفة فما علينا إلا أن أش نجير له أش نجير له إلا أن زيده إلا أن نعمره المرحلة الأولى البناء وجز الله خيرا كل من ساهم في البناء وذلك عمل كتبه الله لهم في سجل حسناتهم وسيبقى أجر هذا العمل يجرى على من كان سببا في بنائه أو توسيعه أو مده بمرافق المراحيض وأماكن الطهارة التي رأيتها وقد جددت بنايتها ووسعت وأدخل الماء إليها بعد أمد طويل لم يكن الماء يعرف طريقه إلى بيت الله سيكتب هذا العمل ويجل الله أجره على من كان سببا في ذلك ما دام المسجد يقوم بدوره وما دام المؤذن يجلجل بصوته السماء ينادي على المؤمنين لزيارة بيته والوقوف بين يديه طاهرين ولله ظارعين ولربهم راغبين راهبين وبين يديه خاشعين وله راكعين ساجدين يا الله يا الله فنحن إنما بني لنتمم ما يريد الله من مقاصد بناء المسجد وهو عمارته إنما يعبر مساجد الله إن أداة توكيد وما حصر يؤكد الله على حصر المعمل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته رضينا بالله ربا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وحكما وصلى الله على حبيبنا محمد ياك هل تصبر معي شوية نزيد شوية ياك هاوه ما تقفش تزكيو علي نزيد شوية ومن بعد غيات نغيات نار تلاقي أنا جينا عند العائلة انتعنا إن شاء الله ياكو ما كان مشكلة نزيده لكي نزيده إن شاء الله بغن نضوص اللغي يعني صبعو نضوص اللغي أنا سهلين شواء إن شاء الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فإذا تحققت الخطوة الأولى من بناء المسجد وكتب الله تعالى لمن سعى في إخراج هذه المعلمة إلى حيز الوجود وسيجري الله أجر ذلك على العبد متى بقي أثر لهذا العمل فيأتي العمل الثاني الخطوة الثانية وهي تعمير المساجد وإن إعمار بيوت الله لا تقل أهمية عن بنائها نقول لكم علاش أو لا نقول علاش علاش لأن إلا بنت المسجد وبقى خاوي ونسبه يدل يدلت لهيكل بنت الجامعة مليار وتبقت نعم سيدت بها إحنا والجامعة انت أنا الساكة تمشي تصبه ويصفر مع الفجر وتقول واحد ولاش بنته الجامعة لك أخليته قولنا تبعو فيه الحوت خير فرقوا 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 إن تصرفات العقلاء مصامع عنه مصانع عن العبا انتهت من الجامعة وتفرغوا وتخوي خوي المسجد ليس مبنى وإنما المبنى هو فقط يكون له أهمية إذا صار له معنى المبنى بغير معنى لا يؤدي أوظيفة البيان المبنى بغير معنى كلام هراء وبجر من القول لا ينتفع الناس منه بعد أن نذركم واحد لكلمات وقول لي واش تفهمون أشتقال الحمر قل فهمتوا شي حاجة فهمتوا كلام هذا ولا مشي كلام كلام ولا مشي كلام وعندوا شي معنى ابنى الجامعة وبقى قوي ابنى الجامعة وهذا اللي قال فيهم صدربي وما رميت إذ رميت ولكن الرمى وما بنيت إذ بنيت ما بنيت إذ بنيت انت بنيت الحجر ولكن ما بنيت لأننا بقصود أنت عبنى الجامعة يبني الإنسان فأنت بنيت وما بنيت بنيت الجامعة وخليته خوي يعني بنيت وما بنيتش بنيت الحيطان درت المبنى وخليت دور المسجد ولذلك فإن الله تعالى قال إنما يعمر مساجد الله شكون هم الذين يعمرون مساجد الله شكون هم أحبب شكون من آمى يرحم ويلديك الله يعلم قامك الله يعلم قامك المؤمنين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فأسى أولئك أن يكونوا من المهتدين إيمان بالله وإيمان باليوم الآخر وإقامة الصلاة وإتاء الزكاة والخشية من الله صفات ذكرها الله تعالى لمن يكون بيت الله هو بيته أربي يا ربي يا ربي واللي ما يبغاش يعمر بيت الله واسمه قوله له واللي قاع ما يبغاش باش يتعمر مش غير ما عمرش لا ما عمرش دب الرازك غدا يمتلقيه ما تلقى سيدربي غدي حسبك هذا ما بغيش الجامع يا عمر ضده ومن ظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها أن يدخلوها إلا خائفين لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم في الدنيا خزي يجلل وجوههم فين ممشوا مخزيين فين ممشوا يقولوا عدو بيوت الله العدود هي البيت الله ما قالوا ش العدود هي العبد الله عبد الله وعبد قادر عنده مئة الف عدو وما كان مشكلة عهده أما أن تعادي بيت الله البيت الذي يعبد فيه الله وتعمل على أن يغلق ولا يفتح لذكر الله وبهذه المناشبة أشيد بالسلطة المحلية لهذه المنطقة تعاكي اسم بهذه المريس فجزى الله تعالى قائدنا وقائد هذه المقاطعة على ما نسمع من أخبار مريحة طيبة والأخبار التي تنامت إلى أسماع كل الناس في مساهمة هذه السلطة وعلى رأسها القائد في الوقوف ودعم هذا المشروع فرفع الله قدرة يا الله يا الله ومن أظلم ممن منع مساجد الله تعرفوا باللي كان شي ناس شي ناس لا علاقة لهم بالسلطة بعاد ولكن يشرفون على هذا الشديد للأوقاف وجوه ما وما يبغي مش باش تدير الدرس في الجامعة كان شي ناس تحملوا أمانة توعية الناس ومع بالك إلا قدت لهم غادي الله يخليك بغافلا نجيبوه يدير آه يبقى يضرب مئة الحساب إيه واسمه اسمه غادي يدير غادي يفرقع حم الله يجي يهدر على السلطة ويتحبوا في الله وهو ما يرجفوا مش ينهدر على هنا هنا تبارك الله هنش نهدر هنا هادر على مناطق الناس من المجالس استغفر الله الناس من من الجهاز المشريف على الدين اوه ما يبغيكش تدير الدرس اقسم بالله لا كانت كلم لكم على تجريبتي اقسم بالله يا فنما المناطق والأقاليم كان قولها لكم وانا حي المناطق خارج مدينة وجدة فنما بس تدعوني الناس لكي ألقي محاضرات أو دروسة في المساجد إلا كان الصد من المجالس العلمية وفتحت السلطة المساجد وذهبت إلى مساجد تلك الأقاليم برعاية السلطة لا برعاية المجالس وانقلوها عني انقلوها وسألقى بها ربي يوم القيامة لا إله إلا الله محمد رسول الله ولذلك فإن تعمير بيت الله يبدأ بالخطوة الأولى ما هي الخطوة الأولى؟ ما هي الخطوة الأولى؟ البناء إن شاء الله بنينه وذلك قد نعمره ما هي الخطوة الأولى؟ لقد نعمره أعطى من طويله باش باش اتجي وانتو ما تستجبوا الاذال اتجي وتصليه بعدها على الاقل ولذلك فان حبيبنا صلوا عليه يحدثنا عن شرف المعمرين لبيت الله ولو عمروه فقط بتأدية الصلوات المفروضة فيقول عليه الصلاة والسلام في احاديث كثيرة يقول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول من توضأ فالدار جاله توضأ فاحسن الوضوغ ما من احسن الوضوغ غسل اعضاءه ثلاثا ثلاثا كما كان يفعل رسول الله هكذا يغسل اطرافه ثلاثا ثلاثا تعرفوا الوضوغ في الشرع انتعنا تعرفوا الوضوغ اسمه هو هل هو غسل الاطراف فقط غسل الاطراف هو الجانب من الظاهر من العملية لكن النبي ينقلك من غسل الاطراف كما يتبدل الناس الى غسل الروح فأنت تغسل اليد فتدقطر وتنزل الخطايا التي ارتكبتها اليد من تحت العظفار فإنما الوضوء لا يطحر بدنك لأن الغسلت على الوضوء ما غاديش تقيل عليك الوسخ لكنه إنما يغسل الروح والنفس من عضران الذنوب ويغسل الجوارح من كل ذنب اقترفته بين الصلاطين إذا غسل المسلم وجهه سقطت الذنوب مع قطرات الماء التي تنزل من أشفار عينيه حتى تخرج آخر ذنب مع آخر قطرة من الماء وكذلك مع اليدين وكذلك مع مسح الرأس وكذلك مع غسل القدمين فإذا توضأ على سنة رسول الله بقصد الذهاب لتعمير بيت الله وتأدية فرائد الله قال رسول الله زيد خرج من ذنوبه بعد الوضوء كما تخرج الحية من جلدها الله فإذا قال في آخر الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا يكونوا يتعرفون واشهدوا أن محمدًا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية فقيل له دخل من أي أبواب الجنة يتع ميرتع بيوت الله هذه غلبي ديرك البداية أن تطحر نفسك لكي تضع نفسك في طريقك إلى المسجد ما زال ما بديش الآن غفر الله جميع ما سلف من ذنوبك بسبب الوضوء الذي طهرك من أضران المعاصي وأنت لازلت لم تخرج من المسجد يا رب الحمد لله على هذه النعمة للدين الحمد لله على هذه النعمة للإسلام يا رب يا رب الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة يا الله ولذلك يعتبر الوضوء عند المسلمين سلاح المؤمنين ولذلك فمن مات متوضئا مات على الفطرة ولذلك كذلك أن النبي صلوا على الحبيب حينما عاد بالمعراج قال لبلال ما وطعت قدماي سماعا إلا سمعت قرعة ودفن عليك فأي عمل أرجى عندك كنت تعمله حتى كانت منزلتك عند الله بهذه الرفعة قال ما أحدثت في ليل أو نهار إلا توضعت وصليت ركعتين أبلوض سبق الصحابة إلى دخول المسجد دائما واضي اللي عمر بيط الله دائما واضي اللي عمر بيط الله دائما عنده السلاح السلاح اللي تعلمون منه هو الوضوء ينعس على وضوء ويخرج متوضعا فإذا انتقض وضوءه أسرع إلى تجديد الوضوء والوضوء نور وتجديد الوضوء نور على نور الوضوء يا لحباب الوضوء سي توضى ويعلم أخوته يتوضى يعلم أموت توضى يعلم المسلمين الوضوء باش يعلمهم بس مودينا طرائض ووضوء سبعة النية غسل الوجه غسل اليدين إلى المرفقين مسحوا الرأس غسلوا القدمين إلى الكعبين الموالات الترتيب الفور أدلك الحميضة الحميضة ما شيف هكذا تعلمون باش تعلموا باش تعلموا قولي كدير تعلموا شكو يقولي كدير تعلموا أمكو كدير تعلم خوفك كدير تعلموا باش تعمروا بيت لخس تعلموا بعضكو بعض توظى وكدير تعمروا بيطلعوا أنتم ما ما توظى ما يدخل هنا الموضي واشغل يدخل هنا شيء واحد اللي عليه الجنب دخل هنا شيء حائط دخل هنا شيء نفس دخل هنا شيء مجنون دخل هنا شيء واحد كالي القرقوبي يدخل هنا شيء واحد سكران شرب صندوق أنت هذا الخر يدخلها الله أكبر ما يمكن الشيء الذي جايب على قلوجة متوظى وليس كدير تعلم الوليد الصغير كدير تعلم أخوك أبي توظى كدير تعلم أتعلم كما علم جبريل سيد النبي كدير سيد النبي علم جبريل نازل وجاء بماء سيد جبريل ضرب الأرض بقدمه فانفجر الماء فتوظأ ونبينا ينظر ثم توظأ النبي كما توظأ جبريل فعاد النبي إلى بيته عند خديجة كدير علمها توظأ أمامها وهي تنظر ثم توظأت مباشرة وصل كدير تعلم صلى جبريل بالنبي وعاد محمد فعلم خديجة أن صلى بها فتعلمت خديجة من صلاة رسول الله الذي تعلم من صلاة جبريل التعليم العملي 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 قالك واحد زوج انت عن الناس واحد الشيباني سابو الحسن والحسين ما يعرفش يتوظى وبغوا يعلموه كدير يتوظى ماشي مشى وقالو قالوا رك غالط بيدع ما تعرفش توظى وانت شيباني ياه عنده ثمانين عام محروق لالله وحتلو ضمع حسن وش فين كنت أبا وش كنت في غار لكن قالوا هكذا واسموا غاليدي يسمع لهم يجري مورا ماشي هكذا اش قالوا 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 السيد ما يعرفش يتوظى يخسنا يتوظى وقدمون قولوا لون تحكم علينا زي ما بيلا انت كبير وانت اللي طعر ساول مكمل قائل فتوظى الحسن والشيخ ينظر وقل يا رب انا ما نديرش هاكذا انا قام مربجها الليد نديرها مورا ندير الرجل قبل بالليل وندير الرأس قبل بالوجه مش عال الغريبات ثم توظى الحسين وتوظى كما توظى الحسن وفي التلفاق قالوا اجنقول لكم الله يجازيكم بخير رسالتكم وصلت انا واللي عمرو ما عرفت نتوظى ولا عمرو ما اسألت شي واحد انا ما صرت شي لي علمني ولكن رب جابكم ورحمة وعلمتوني الان عمليا كيف اتوظى بطريقة حكيمة مقبولة جذابة فجزاكم الله خيرا وضوءكما وضوء صحيح وانا الذي شارت رغمك باريسني واصتغفر ربي على تقصيري على ان لم اتعلم من قبل وهذا تقصيري انا من نفسي ومن الشيطان والله ورسوله منهما براء تعلم تعلم أعلم خوك أعلم كذا أولا تعلم غير الشاط هل يدخلوا ما أوصلكم هذا الشيء أو ما أوصلكم الشيء كما توضع رسول الله خرج إلى المسجد لا يخرج إلى الصلاة واسمع أخوه أكيل مع رأسك أكيل ليه؟ أكيل ما حرت جلبان ولا قشاء ولا عدس ما حرت والو أكيل كيل كيل مع منت كيل مع ابن أدم ولا كيل مع ربي تجارة مع الله هل أدلكم على تجارة؟ هي التجارة مع الله ولا يتذوق حلاوتها إلا من ملأ الله قلبه باليقين فيما عند الله أما ضعاف اليقين فإنهم مترددين يترددون مثبطين قاعدين كسالا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا وإذا أنفقوا أنفقوا وهم كارهون لأن يقينهم فيما عند الله وأجر الله على أعمالهم ضعيف أو قل يقين معدوم معدوم فإذا خارج متوضعا سوف ها هو الاستثناء لا يخرج إلا للصلاة جاي من هي للجامة باش يعمر بهذن يا بيت الله هو وكيل أحبيبي أعرف داسيدي واسمه ما خطى خطوة إلى المسجد هو وكيل مع رأسك هو وكيلة اللي ما بغيت يجي الجامعة ياك ما أحساب لك من غادي تموت غادي يردك ربي باش جي الجامعة أتموت تبقى تقول يا ربي رد ننصني غير كعا وحدا ونقول وحدا مرة لا إله إلا الله ولكن يقالوا لك كلا إنها كلمة هو قائلها حتى يدروا فوق سبعين طن ديالة رابعة تقول لهم نمشي نصلي في الجامعة ماشي الجامعة جابوا ربي وتبنى حتى تبنى حذارك واسع وكبير وكيل الإمام وكيل اللي يخلص الإمام انتار وحقي تصلي المال بارد كين والحامي إن شاء الله غادي نشري والبوطاء إن شاء الله ونحمي ولكم الماء وندير ولكم نشوف هاج ونأغير أرواح تصلي باطل ما تخلص دور ودور ودور هذا ماشي مليعقوب ولا سيدي حرز من اللي غادي تكريد دار بثلاثين الفلليلة أرواح أحبيبي باطل أرواح تشرب الحريرة وتأكل زلابية وتأكل الزبدة ديال المعيز أرواح تأكل الزبدة ديال المعيز ماش تشتف لبنان أرواح الجامعة تضرب مع راسك الزبدة والعسل أنا لو كنت ديروا يدي من هكذا أرواح تسكن هنا نضرب القيطون هنا إيه لابقتوا تجيبوه الزبدة ديال المعيز أه أسيدي أنا يا أولد أمي ما قدرش ما قديتش أنا هذا الزبدة نتعلم أنا كنت نسترح في حجرة تحلوه المعيز ومن لي كليت اليوم الزبدة نتعلم معيز أرتفكرت المعيز اللي كنت نسترح أم وذاك الزبدة المخيرة أرديتوني إن شاء الله منين كانت عنديش عشر سنين أكنت عندنا واحد معزة صارقة يا أولى الزبدة عندها بحاج الزبدة أنت عمريس الله 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 إيه وكي المعرسك ما خطأ خطوة إلى المسجد زيد زيد أسعته ربي أنتو مركوا عارفين أنا غين ذكركم فذكر إن دفعت الذكرى سيتذكروا ما يخشى أشي يعطيك ربي لأرفع ترجلك لي وتم توضي وغادي الجامعة باش تصلي أشي يعطيك ربي قولي زيد وأسمعتك أه أه أسمعتك أه حسنات هاي شت 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 اللفقه شت اللفقه الله يا زي وخي الله يفقون إن شاء الله الله يجلوا من العلماء العامل شو يعطيك في الأول يرفع لك بكل خطوة درجة الرفعة 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 العزة الرفعة ويمحوا بكل خطوة خطيئة سيئة وفي حديث أخر اللي أجمعته ويزيد لك حسنا كما قال سي يعني في كل خطوة فيها حسنا زايدة في الكونت سي يمحي يمليسر وعد دعوك حلا لقوم محين تعليسر تعرفوا لقوم ولا ما ترسل تركوا تقرأ محينها محقرة وهنا زيدها نقطة حسنا وزيد ودرجة الفور وكل خطوة ولدت ألف خطوة وش حال عندك ركعت جاي للجامعة وش حال عندك بالله وضو وغفر لك الله وتفتحت لك أبو بجنة ثمانية وجيت منتا خارج وغدي للجامعة ألف خطوة وش حال عندك ألف حسنا واتمحات لك ألف خطيئة وش حال من درجة تحسب مع ربي أحسب أنت ربي ما ما أحسن إن الله تعالى يبني لعبده نزولاً في الجنة كلما غدا إلى المسجد أو راح الله أكبر الله أكبر كثر خير ربي وطاب يبني لك نزولاً تعالى سمع نزول؟ قصر في الجنة في كل مرة تخرج متوضئاً إلى المسجد وتعود إلى بيتك ففي غدوتك وعودتك إلى بيتك إن الله يبني لكل عبد نزولاً في الجنة كلما غدا أو راح الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولذلك أعظم الناس أجراً شكنهم أعظم الناس أجراً؟ زيد أبعدهم عن المسجد ممشى أعظم الناس أجراً أبعدهم ممشى كلما بعدت المسافة التي تفصل بين منزلك وبين المسجد ثم خطوتها خطوات كلما كان لك من الأجر أي رفعة الدرجات وتكثير الحسنات ومحو الخطيئات كلما كنت أبعد كلما نلت الحفظ الأوفر ولذلك بنو سلامة كانت هناك بقع فارغة بجوار مسجد رسول الله فقرروا في جلسة لهم أن ينتقلوا بمساكنهم بجوار المسجد يمشيوا يبني وحدة الجامعة أكسب الأخبر سيدي وحبيب رسول الله فاستدعاهم عن عجل وقال يا بنو سلامة بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا بمساكنكم إلى جوار المسجد قالوا نعم يا رسول الله حرصا على تأدية الصلاة في المسجد إنما دافعنا هو أن نعمر بيت الله قال لا تفعلوا لا تفعلوا دياركم تكتب آثاركم أي لزموا دياركم فإنكم في دياركم وفي توجهكم من دياركم إلى بيت الله يكتب الله آثاركم أي أن النبي أحب لهم الكمال وأحب لهم الأفضل فأن يكون الإنسان جار للمسجد حجم زيانة ولكن أجمل منه أن يكون بعيدا عن المسجد ويتجشم عناء المشه إلى المسجد بالليل والنهار خد شي في النهار وفي الليل من يكون جاي للجامعة في الليل في الليل بحال تعلن نهار زي داشي حاجة ولا ما زي داش بقات الحسنات عندك والسياءة التمحة والدرجة ترفع وزي داشي الله حواج واسمه هي واسمه هي والله أكبر بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها الله يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمانوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا اللي ما كاش يسلم عنده نور اللي ما كاش في الجامعة في الليل ما عندهوش النور يقول المؤمنين اللي كانوا يمشوفوا الظلمة للجامعة عندهم نور قوي انظرونا واستنونا نتمشاوا في النور نتعكم رحنا ما نشوفوش ونحشره يوم القيامة يعمى قال ربي لي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك كأتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم ما تنسى بغيت نشبش بالنور قال له لا ولي للدنيا وروح صلي في الليل باش يعطيك ربي النور ويقدر يولي وانا ما يقدر شو الجواب انتعلموا مني الجواب الحكيم ارجعوا وراءكم وليوا للدنيا لأن النور جبناه بالدنيا النور جبناه من دار العمل النور جبناه من الصلواتي في الظلمة النور جبناه من الدار اللي في هالخدمة ما فيهاش غير نعاس بحالشكير يسمع الله أكبر ولا يجيب يسمع منادي الله أنهلوا ما إلى الصلاة والفلاح ولا يجيب روح في ذاك الدار اللي جبنا بهالنور وجيبه قاللو كي نديروا ما يمكنش وقال له واش منديروا لكم معنا ما نديروا لكم فليوم لوأوذوا منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبيس المصير مابغيتوش النور غادي يدخلوا للدخوال مابغيتوش النور انتع الدنيا غادي يتدخلوا للنار ولما اديتوش النور يحيي قلبكم النار إلى محياش في الدنيا قلبكم بنور الله فإن حياة قلوبكم حتى تستشعر لا تحيا إلا في جهنم بالنار يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب هاتش في الليل زيد النور ولا كان مع الفجر زيده شي حاجة ولا ما زيده زيده شي حاجة ولا ما زيده هالنور هالحسنات هالدرجة السيئة زيده شي حاجة مع الفجر من قام ثم توضع ثم خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة وقال عند خروجه من البيت بسم الله آمنت بالله توكلت على الله حفظ الواجه بسم الله آمنت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله في الحديث الصحيح يأتي ملك من السماء يرفع رايته يظل معه اليوم بأكمله يقول له هديت ووقيت وكفيت وتأتي الشياطين لتجداله وتضله فيقول الشيطان على رأسهم الذي علم ما قال وما كرامة الله التي أنزلها عليه لا سلطان لكم عليه اليوم فيظل في حرز الله وفي حصن الله اليوم بأكمله فينجيه الله من إدلال الشيطان طيلة اليوم الله حرز 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 يا أخي حرز من صلى صلاة الصبح في جماعة فهو في ذمة الله في ذمة الله في حصن الله في ذمة الله الله تعالى هو الذي يحفظه ويكلأه بعينه التي لا تنام ويحفظه بكنفه الذي لا يرام يا سبحانك يا ربي هذا ما زال ما دخلش للجامع الركعات الجاي أتوضيت نسلخت من الذنوب جيت للجامع نور ومغفرة وإعانة بالملائكة وحسنات تزاد وسيئات تمحى ودرجات ترفع ربي 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 كيلي يا عم قادر كيلي والله ما يخسر يمت القيامة غي الشقي والله ما يخسر يمت القيامة إلا الشقي يا الله فإذا وصل إلى باب المسجد أشيقا على أبواب المساجد تقف ملائك الرحمن تهش وتبش في وجه من يأتي لضيافة الرحمن في بيته الله كما يهش شكون الرجل زيد إذا جاءه حبيب من الغربة يستناوه بشي جي الجامع أكثر ما تستنا الممين ولدها يجي من صبنيول الممين من غدا يجي ولدها من صبنيول وفارقها لمدة عام يحترق قلبها شوقا لتلتقي به وتعتنقه وتلتزم وتقبله فلا شوق الملائكة عند أبواب المساجد لاستقبال المؤمنين الذين يفدون ذيوفا على الرحمن في بيته لا شوقهم إليه أشد من شوق الوالدة لولدها الذي غاب عن عينها بقاره ودون اسمه والثالث كما تقرب إلى الله بكبش ويدون اسمه والساعة الرابعة يكون كمن تقرب إلى الله بدجاجة ويدون اسمه والخامس يكون كمن تقرب إلى الله ببيضة وتدون الملائكة اسمه فإذا صعد الإمام إلى المنبر طوط الملائكة عند أبواب المساجد الصحوب وجاءت إلى الإمام لكي تسجل الخطبة فترفع الخطبة مع سجل الحاضرين قبل صعود الإمام إلى المنبر على الله ويعرض اسمه كاليوم على الله شكوين جاء اليوم للجامعة قبل ما يطلع الإمام من المنبر يرفع سبعه شكوين هذا اللي يدخل للجامعة قبل ما قبل ما يطلع الإمام من المنبر شوف آه يرحم ماليكم اليوم كل شيء اسماواتكم معروضين على الله يقول ربي أشهدكم يا ملائكة أني قد غفرت له الله 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 يعرض اسمك على الله جي الجامعة واسمه تطلع ترانسفير الملك الملوك بش ربي بهي بك المليكة يوم القيامة ألا يا قلب تشقق بحب الحبيب رسول الله وحب هذا الدين وحب المنعم لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فإذا جاء إلى هناك الباب من عدب الدخول إلى بيت الله أن تقدم قدمك اليمنى فتدخل مقدما قدمك اليمنى يا عبد الله احفظ عني والتزم بعدب الله ورسوله إن كنت تريد أن تعمر بيت الله فعمره بمنهاج الله ووفق أوامر الله ماشي تجي ودخل بي اللي جا تدخل بيها ماداش قاع رسول اللي غديدخل لبيت الله ما يعرش واش دخل ليمنى اللي أول ولا الإسرع لا يا أخويا لا سب قرش لك ليمنى أرك داخل بيت الله ماشي الكنتينة الكنتينة دخل لإسرع ماشي الهاش غير يلقلك هذا اللي يمشي أما انترك في الجامعة دخل للرجل اللي يمنى ثم قل بسم الله زيد وقولوا لي بسم الله زيد حفظك الله ورفع قدرك ولا فض الله فاك والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله أدخل والصلاة والسلام على رسول الله زيد قولها زيد قولها بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي اللهم اللهم اخفر لي افتح لي يا ابوه بفضلك ورحمتك اللهم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي ابواب رحمتك اللهم اللهم باغفر لي ذنبي زيد وافتح لي ابواب رحمتك الذنوب يمشيوا ونغتس في رحمتك الذنوب يمشيوا لانا لاجتك بذنوبي ودخلت بذنوبي غادي تكرهني لانا تكره لي بارزك لكن الذنوب يخليهم برع الجامع يا ربي قبل ما ندخل لي صرا وندخل روحي كامل الجامع أذن بخليه برع ودخلني فرحمتك وغطسني فرحمتك يا أرحم الراحمين أولئك القوم ولا يشقى جليسهم الله زيد واسمه يدي الخر يوزيد أحبيبي كيل كيل زيد زيد ولا عيته وقلوا النظر نصلي كان شي واحد رأى قلبه مزير وقل هذا جاه من وجداء ما عنده خدمة يا لطيف جاي ربجنا قلوا هالي راح نخوت أحبابي راح نخوت اللي بنت له إن شاء الله النظر نصلي والنظر نصلي أورا ولكن ينظركم لكي غادي نقول لكم شمتكم أم حتى يقدر حتى وعد يقول لي النظر لأن اللي قال النظر سيبقى يشوفه فيصيره أفريت أنا أفريت شمتكم أضحك الله وسنكم زيد أحبيبي واسمه سيدير يالله غارك دخلت زيد أحبيبي زيد قبل أن تجلس قبل أن تجلس زيد لابد من أن تحيي رب البيت لأنك إذا دخلت بيتا من بيوت المسلمين كان عليك أن تسلم على أهل البيت وأن تستعنس وتحياتك لرب البيت سنة تسمى كي اسمها سنة تسمى اسمه تحية المسجد هل اسمه هي تحية المسجد هي ليست تحية المسجد ما هي تحية المسجد هي تحيته تحيته أرب المسجد تحيته أرب المسجد أنا أعطيه التحية لم omnенно ما من هنا الأسكرية أعطي التحية للشاف واسم يله الله أكبر وليس في الكون أكبر منه فأنت الكبير أنت الخالق وكل ما دونك صغير ما تشغلي حتى حاجة عليك جيت لبيتك جيت نكبرك ونعظمك جيت نركع لك ونسجد لك أنت الذي خلقت وأنت الذي تستحق وأن تعبد وأن يركع لك ويتسجد أنت الذي ينبغي أن تذكر ولا تنسى أنت الذي ينبغي أن تشكر ولا تكفر أنت الذي ينبغي أن تعبد من دون الآلهة كلها تعبد أنت وحدك لا شريك لك فتحيي الله بركعتين إلا في القيطة أنت منيت منها إن شاء الله تهييت على المسجد لك وعارفها مور العاصر حتى تغرب الشمس أمور الفجار حتى تطلع الشمس صافي تحيي ومن بعد واسمو الدير يقولي واسمو الدير بعد واسمو الدير بغيت زيت تصلي زيت تصلي ما بغيت زيت تصلي واسمو الدير تيجلس جبض المسحب تقرأ القرآن الكرسي دير ربي واسمو لا بقيت تصنع في الجامعة باشي نوض الإمام يصلي تعرف واسمو إسراء أو لم تعرف واسمو إسراء فأنت في بيت الله جالس حتى ولو لم تكن تقرأ القرآن ولا تذكر بغيسكت ما دمت لا تتحدث في الدنيا ولم تحدث أي بقيت على طهارتك ووضوئك فأنت ضيف الله يقيض الله لك مالكين واحد على اليمين واحد على الشمال ما دمت جالسا كي مركو قلسين واسمو رمي يقول لكم ملايكا اللهم اغفر له اللهم صلي عليه شكل يرا يدعي له شكل يرا يدعي لك وربي ربي ربي أنا ابن أدم أنا موسى المذنب أنا الغول يا صفت لربي ما ليكا مخلوقين من نور ويبقوا يستغفروا لي أنا المجرم أنا الخداع أنا المكار أنا اللي قلبي مريض من اللي جيت عند ربي الملايكا الذين لا يعصون الله ما آمرهم ويفعلون ما يمرون هو ما يبقوا يدعيه لي والدعاء أنت على الملايكا مستجاب اللهم اغفر له اللهم صلي عليه اللهم اغفر له اللهم صلي عليه هكذا دون توقف إلا إذا أحدث أو تكلم في عمر الدنيا ونسي أنه في بيت الله وعسى العدب مع رب البيت وعن المساجد لله فلا تدعو مع الله يا حدا هذه وكرامتنا بعدها كيل مع رأسك الملايكا يدعو لك اللي يدعو له الملايكا غد يخيب اللي يدعو له الملايكا خمسة نتاعة المرات في النهار في الجامعة غد يخيب لا والله لن يخيب لا والله اقسم برب العرض والسماء لن يخيب لي أغي هذا الشيح سابلكم أسمع أسمع أحد وما يزال في صلاة بحلتما ما دمت تنتظر الإمام ليصلي فينا العشاء لقلاس انتاعةك الآن محسوب عند ربي قراءة وتهجد وتبتل وركوع وسجود وصلاة يكملك بها ربي النقص انتاعة الصلاة انتاعة ناقصة لأنه وش حال هذي من اللي يدخلنا للجامعة ساعة ياك تانش واحد اللي يدير في العشاء ساعة حنا عندنا الآن ساعة تاصلة معناه ما صلناش عشاء واحد إلا العشاء في خمسة مينوت معناه صلنا 12 لعشاء إلا العشاء فيها ربعة معناه صلنا 52 ركعة الآن 52 بحال لـ 12 العام يعني لكم كل مرة تقا ساعة في المسجد بحال لراك سلت اش حال 12 اليوم 12 العشاء معناه 12 اليوم إلى الظهور بحالها 12 اليوم كل نهار تقول لي عندك 12 يوم يا الله فإذا قام الإمام يصلي فصليت معه واسمه كاي ويا ربي كل شيء هاتش سوا اسمه اربح كل شيء هاتش يربح الذنوب خليتهم برا والدرجة تفعت برا والملايكة سجلاتك وفرحة بيت وحيت سيدر بيوغلشت والملايكة دعات لك وأنت في صلاة ما دمت تنتظر الصلاة ثم شهدت الصلاة مع الإمام حتى قتمها فلم تؤذي مسلما ثم عدت إلى بيتك كنت كمن صلى لله منذ الوهلة التي دخل فيها إلى المسك ربي يا ربي نزيدكم شيء حاجة أخرى ليحسب لكم غير هاتش واسموه نيركو غالسين واسموه حضر معكم ماليكة خرير يظلونكم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا فمجتمع قوم في بيت مش ركو غي غالسين الذكروا ركو تحضروا الدرس هاتشي زيادة مجتمع قوم في بيت من بيوت الله واسموه يبقى عليهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من أصدر برا يذكركم ذلك أم الملائكة يقول له الجامعة كي اسميه الجامعة اللي في المريس كي اسميه مسجد سميه مسجد عبد الله بن أونيس مش المريس عبد الله بن أونيس الأنصار هذا عبد الله بن أونيس هو الذي سن سنة جمع الصلاة في القتال وأكرمه الله بعصى فلما سأله الصحابة ما سر إعطاء النبي لك العصى قال لأنك أول من سن صلاة الفريضة في القتال جمعت بين الصلاة والقتال تحشر بالعصى لتعرف بها يوم القيامة اسميه مسجد عبد الله بن أونيس وروحوا للإصابة في تعريف الصحابة وكتبوا واحد التعريف انتعوا وقدموه لوزارة الأوقاف واللي غادي إن شاء الله تعالى يعطيكم إن شاء الله تعالى اسميه انت عبد الله بن أونيس الأنصار إن شاء الله شوف يذكركم الله تعال الله يذكركم الله يذكركم هيا يا سين أن تأتي إلى المسجد بخشوع وسكينة ما تجيش تجري ما تجيش تجري أصفت الله خيرا خذوا زينتكم عند كل مسجد غسلوا وغتسلوا بنعميه في الصف ولبس هذاك البوط والسبردينة باطا منين تقول الحرام يمين 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 بر 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 يا حبيبي يا حبيبي أشي بختراج تصلي على النحص يرى تقول غادي نصلي هسا أطلع معاوحد وكتبقيت مياه تغيب تمشي تروح الناس طلعت وجابت أربع ركعات وانت عادت مقر حتى تسيب روح في المستعجالات كيس راتلي مستعجالة من الجامعة ديريت أشكين معركة لكن معركة الرجلين والتقاشيرات والصبابط الريحة ابن عميه واش هات الجامعة ابن عميه ابن عميه واسبه هات الجامعة ماذا يدخلوا أحبيبي ماذا يدخلوا من أكل بصلا أو ثوما فلا يقرب النمو صلانا باش تعاون الناس على تعمير بيوتين لها ابن عميه كل خمسانة البصلات وربعان تعثومات خضر قال لك رانين دير الدول الصدر ايوه دير الدول صدر حبيبي وصدر نحنا يلي غادي تصفتنا اللخيرة ايجلس برا حبيبي صل يا حبيبي غيت مالله يشافي غير السنة كما قال ذي باللفعة اخلتي ثالف صلى يشافي غير سنة لأن اللفعة ماذا يشافك تحمد ربي وتعبد ربي وتنشط وأنا أخوك أنا أخوك سلط علي هذا الشميل لدي لك لماذا أدع لاش لماذا لذلك الله يخذ لك نظف روحك نظف روحك من غسل هو اغتسل يغتسل ويجيب شيء شيء نقي يلي يوم الماء وك يأتي البيطان هذا يأتي حاجة ديال الإبطين يأتي حاجة دع الإبطين يدير وك يأتي ريحة وروح للجام لأنا جاء عند الملك أنت سبحان الله المسؤول الكبير سبحان الله ووسي دير ربي في البيت دياله جيه موسخ جيه فيك الريحة ولذلك فإن تطهير المسجد هو عون على تعمير بيت الله قال رسول الله عرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من آية أوتيها إنسان ونسيها وعرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها المسلم من المسجد مش يحتاج للجامعة ويقال يقول عظفارك كاي اللي يجي للجامعة ويقال للنف وش عباد الله أنت حتى جيت للجامعة ويقال دير هكذا لها الش تدير وفي دهرك وكاي اللي يجي حتى للجامعة ويقال عظفارك قق 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 ونسي سب الظفار وليت موش أقلع الظفار في دهرك صحبي لق رحك في دهرك صحبي ويقال الجامعة وتقدير هكذا المهم سيد النبي صلى عليه ونسي سأل ذات مرة أين المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد وحلى المرأة كحلى كانت تطهر المسجد تنكسو وتدير له الريحة سعدات كيال اللي رك تنظف الجامعة ومع الصباح دي الجمعة تشري ذك الريحة ودك عود القمار يدير ها كنت في واحد الجامعة نقول لكم على روحي كنت في واحد الجامعة في الجبال في الريف وكنت إماما وخطيبا لهذا المسجد فإذا كان يوم الجمعة وصلينا صلاة الصبح وقرأنا الحزب الورد المرتب خرجوا وذهب كل إلى بيته فعمدت أنا يا رب أسألك ألا يكون هذا من باب هذا واجب فاختليت بربي في بيت الله فطحرته يعني كنت ثم عمدت إلى البخور فبخرته وطيبته حتى لك أنك تشم رائحة المسجد على بعد أمطار أو قل عشرات الأمطار ليأتي المصلي فيأتي فيشم أطيب ريح في بيت الله فلما ماتت المرأة السوداء سأل النبي أين المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد لك أنت تصرح المسجد قالوا ماتت يا رسول الله ماتت ما أخبرتوني فهل لا آذنتموني هل لا أخبرتموني قالوا يا رسول أنت عندك الشغال بالزاف كين دلون أنت عندك الشغال بالزاف قال لهم لا كنت وكان عليكم أن تخبروني فقال لهم أين قبرها دلوني على قبرها فأصحبهم إلى قبرها فصلى عليها في قبرها اللي طهر الجامعة خدام عند ربي تعرفوا اللي طهر الجامعة واسمه الخلاص عند ربي واسمه الخلاص تكون يقول هنا نعطي خمسة وعشرين دوره ستة وعشرين دوره يلا الجائزة وصل تلات دوره يلا خمسة وربعين دوره اللي طهر المسجد أش من خلاص عنده عنده ربي يلا يلا قولوا لي حسنت عنده ولكن شي حاجة أخرى آه سمعت ولا العفريد سمعت ولا العفريد فصداق الحور العين باش تخطب على ربي وتزوج الحور العين خص الصداق تعرفوا الصداق حور العين باش تزوج النسب زف في جنة واسمه الدي واسمه أن تطهر المسجد أكثر الناس زوجا وأزواجا في الجنة هم الذين يطهرون بيوت الله المنظف اللي ينظف المرحاض كيدخل المرحاض تسيب ونقي الله يخليك يلي يدخل المرحاض نقيا خرج والمرحاض نقيا يا حاق لقد ده شرك نقي المرحال ركب نادم زل على الماء زل على الماء عاون خوك اللي راه ينقي هذا بيطل ما تكرش الناس بيطل الصدق لطع الحر العين هو تطهير بيطل مرافقه كلها يا الله ثم إذا دخلت المسجد زيد لا تتحدث في غير ذكر الله ثم نكمل لكم ذلك صاف أنا مشي ديري ما نطولش ثم إذا دخلت المسجد لا تنشد في المسجد الضالة ولا تسأل أحدا مشي تجي تقول أرهت ودرت لي إن شاء الله لكارت ناسيونال أسمع ما تسمعه يسمع الخير أرهت أحط لي لكارت ناسيونال وأصبتها قال رسول الله من نشد دالته في المسجد قولوا له لا ردها الله عليك خرج برة أقول لهم تحت لكارت أقول لهم عند الإمام أقول له الله يخليك تحت لكارت أنت يلم كلف أما ينظي يبقى يقول أره مشي أهرب لي الحمار أره شدته الحمار أره مسرقوا لي السيارة أره مسرقوا هلهم جيت لحدادة أره شي سيارة قولوا له لا يردك لأحمار ولا سيارة ولا بقراب أنت يارك في بيت الله ما ركش هامل وما تهملش وما تضوح تعلي حاجة رك مشغول بربي وربي عنده خير قاع الخير اللي رك فيه ونسيته وتفكرت غير أحمارك هذا ما قال أحمارك إيه مشي حتمية حمار لا أرد الله عليك ضالتك لا تشبك أصباعك لا ترتفع أصوات المساجد فيه أصوات الفسقة في المساجد ولو بذكر الله وكلام بزاف وكلام بزاف نكمل لكم بهذه إن شاء الله وتمنيت له كان طال الوقت وهو يا أصحاب المريس الرجال ما عرفناش نعوده نتلقاه ولا ما نتلقاهش ما تخليوش الإيمان غيب وحده أروحه تصليه معه الفجر وأمره الجامعة وحاوله تعمره بطلاب محول أمية وقراءة القرآن وتحييه الدور دياله ولكن أيضا لا تمنعوا إماء الله من مساجد الله ننسى قسم تعلمه قسم جيوا للجامعة لا تمنعوا إماء الله من مساجد الله ننسى بناتنا أخواتنا عماتنا جداتنا يجيوا للجامعة يصليوا للجماعة يصليوا للطراويح يشهدون الخير يتعلموا ديرهم وحدا الأستاذة تقريهم محول أمية وحده جيبوها من أحفير هارا فين ست يزاوي يصفت لكم إن شاء الله وحدها واسبو الدير واسبو الدير واسبو الدير تقريهم أتعلمهم الصلاة أتعلم العبادة يصفت لهم وحدة أخرى واسبو الدير واسبو الدير أتعلمهم الفق تعلمهم الفق لأنه إيلات صلحة المرأة إيلات صلحة المرأة وعرفت ربي رحنا اختزلنا طريق الإصلاح فصلاح المرأة هو من أعظم ما يعين على إصلاح المجتمع وما دامت المرأة بعيدة عن المسجد فلن يعرف الصلاح طريقا إلى قلبها الحديث ذو شجون واللقاء معكم طيب 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 ونسأل الله الذي جمعنا اليوم في هذا المسجد أن يجمعنا غدا مع حبيبنا رسول الله فقوموا إلى صلاة العشاء يرحمكم الله